السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في قناتي فصفة واي استفادة اتمنىكم تكونوا بالف خير في الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم ثلاثة ديال اشكال ليرصب لمالح بعاجينة واحدة وبنكاهات مختلفة كي يجي رائع وحتى السر باش كي يجي شيش وكيدوب في الفم كيف ما كتشوفوا معي تبعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخير باش شوفوا الطريقة والمقادير نبدأ على بركات الله بالنسبة للمقادير عندي مئتين جرام ديال الزبدة انا خدمت بها دي كيف ما تقدروا تخدموا باي زبدة ومولفين كيتخدموا بها نص كاس ديال الزيت ثلاثة ديال الفرماجات جوج بضاد وبنسبة للتوابل عندي معلقة صغيرة ديال الملحة نص معلقة ديال البزار معلقة صغيرة عامرة ديال التوابل ديال البسترات الحود ودقيق كي يبقى على حساب الخالد ناخد واحد الإناء اللي غندير فيه الزبدة وغنضيف عليها توابل بالنسبة للتوابل تقدروا تنسمو باي توابل انتو ما بغيتو كي بقى لكم الاختيار تقدروا تديروا بودرة التوم او بودرة الباصال تقدروا تديروا اي ضامة تلبنا متوفرة عندكم او تزيدوا حتى المطار كي يبقى على حساب الرغبة وعلى حساب الاختيار ديالكم من بعد غنضيف قطع ديال الجون وغنخلط بالخلط الكهربائي مزيان حتى ينساجمون العناصر من بعد ما غنساجمون يا العناصر غنزيد نص كاس ديال الزيت وغنكمل تستراب حتى يدخل في الخليط من بعد غنضيف البيضاء الولى والسر باش يجيكم هشيش كيف مما شفتو معايا في الاول غنزيد فقط صفار البيضاء التانية ما كنضيفش البيض فقط صفار ديال البيضاء التانية باش يعطيني لك السبلي اللي يكون هشيش وكيدو بفيفهم من ثم انبغيتو يجي من قرمش ديروا البيضاء كاملة غنخلطن ديال حتى ينساجمني البيض مع الخالد من بعد غنبدك نضيف الدقيق شوية بشوية نحن نخلط بالخلط الكهربائي من بعد ما غي تقليل خلط الكهربائي غنحيدو ونكمل جميع ديال العجينة غير بيدية حتى نحصل على القوام اللي غتشوفو معايا من بعد كتكون العجينة خفيفة تقريبا بحل القوام ديال السبلي بالنسبة للدقيق فالخالد تخدم معايا خمسمائة جرام ديال الدقيق قل هاد شوية تقريبا واحد اللي معي يلقى وكي يبقى دائما على حسب النوعية ديال الدقيق اللي استعملته من بعد غنقسمها على ثلاثة ديال الكويرات غناخد الكورا اللولا وغنضيف عليها معلقة كبيرة ديال الهريسة باش يجيني يصاب لي حار وغنحاول انني ندخلها غير بصباعي ما ندلكوش العجينة حتى تنساجم مع العجين بالنسبة للشكل التاني غنضيف عليه راس المعلقة ديال الهريسة وهديك تبقى اختيارية لما بغاش يجي حار ما يضيفهاش وغنضيف معلقة كبيرة تقريبا ديال الزيتون اسود المطحون انا خديت شوية ديال الزيتون وحيت لالعلفة ديالو او النوت وطحنتو ويمكن تضيفو لي الزعتر او الزعتر او الزعتر الى بغيتو بالنسبة للشكل التالت انا خليتو غيرها كاك بالنسبة للفرماج غناخد العجينة وغنسرحها وهنا غنطبع بهذا الطابع ديك هتشوفو معايا كيف ما تقدروا تطبعوا باي طابع متوفرة عندكم مشي شرط هاد الطوابع اللي درتقانية غننطبع العجين ونستمر على هاد الشكل حتى نكمل الكيميا كاملها كيف ما كاتشوفو السمك ديال العجين على هاد الشكل من بعد غندوس للشكل التاني غنسرح العجينة وغنطبعها بهذا الطابع اللي مكلت غنطبع العجينة كلها غنطبع العجينة كلها غنطبع العجينة كلها على هاد السمك اللي غتشوفو معايا من بعد كيف ما تقدروا ترققها كتر من هكا إلا بغيتو غنحطوه احتهوه في الطوابع وغنكمل الكيميا كلها وغندوس للشكل التالت من نسبة الشكل التالت غنصرح العجينة بنفس الطريقة ودائما كنستعنوا بلاستيك غدائي او ورق الطبخ ما كنديروش دقيق باش متنشفنينش العجينة وما يتغيرنش شكل ديال السابلي ديالنا غنطبعو بهذا الطبع وكيف ما قلت لكم ماشي شرط للطوابع اللي درس أنا كيبقوا طوابع على حسب اللي متوفر عندكم غنكمل كيميا كلها وغندوذ باش نديل الفينيسيون بالنسبة للزين دياله السابلي كيكون قبل ما يدخل الفراغ غناخد داك البيض البيض اللي خليت في الاول غنضيف عليها قبيصة ديال الملحة وندهن به ديك الحفيرة اللي كينا في الشكل الاول وحتاج نب منها باش يلسق اللوز ايفيلي ومنها باش كي يجيني كيبري من بعد ما كيطيب اما بالنسبة للشكل الثاني غنضينو دائما بالبيض ديال البيض وغنضينو بالزريعة ديال نور الشمس او اي زرارة متوفرة عندكم كيبقى لكم كامل اختيار ونحاول نضغط عليها شوية باش تلسق مزيان من بعد ما غنكمل الكيميا كلها غنضوز للشكل الثالث غنضين الشكل الثالث بالبيض ديال البيض وضروري ما نستعنو بالبيض كيساعد باش نتبتو تزين ديالنا وما يبقاش كي تفرتلينا من بعد ما كيطيب الصابلي وغنزينو بشوية ديال البافو او بذور الخشخش وغندخل الصابلي ديال الفران على نار متوسطة بحل طياب ديال الصابلي من تحت حتي طيب ونشعلو عليها من الفوق ونحاولو اننا ما نحمروش بزاف فقط على هاد الشكل ونخرجو من الفران وكان هادا وصاب لي مالح اللي تشاركت معاكم اليوم كيجي رائع لا في الشكل ولا في المدى وكيجي الديد بزاف كيعجب الكبار وحتى الصغار نتمنى تجربوه وتخليو ليه في التعليق كيف جاكم لا تنسونيش بخالص الدعوات نطلقنا ان شاء الله في الفيديو القادم نحن في المدى شكرا